السلام عليكم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله عليكم نشرة الأخبار أصحبكم فيها كوتر سيريد من هيئة الإذعى الإثيوبية من أديس أبابا ودعت الرئيسة سهل ورق زودي السفير النيجيري بانقول أيديوي الذي أنهى فترة عمله كسفير لبلاده في إثيوبيا وصلت الرئيسة الضوء على الشراك الاستراتيجية الطويلة الأمد بين البلدين وأكدت على أنه يجب استدامها لتعزيز السلام والتعاون الإقليمي في القارة وأشهد السفير إدوائي بإنجازات رئيسة الجمهورية سهل ورق زودي في تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وتتتمتع إثيوبيا ونيجيريا بعلاقات ديبلوماسية منذ الستينات وفقا لمكتب رئيسة الجمهورية أحال مجلس نواب الشعب الإثيوبي يوم أمس مشروع قانون لخصخصة المؤسسات العامة وقوانين أخرى إلى اللجان الدائمة ذات السلال لمزيد من التدقيق وأن مسودة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجانة التي تم إحالتها بأغلبية الأسوات من البرلمان هي إعلان ينص على خصخصة شراك العامة وإعلان الاستثمار وضريبة الاستهلاك تفاصيل أوفا في تقرير الزميل محمد يسوف تم إحالة مسودة مشاريع القوانين إلى اللجان الدائمة المعنية وهي مشروع خصخصة الشركات العامة وإعلان الاستثمار وإعلان ضريبة المواد الاستهلاكية لقد ظل مشروع خصخصة المؤسسات العامة دون تعديل لأكثر من عشرين عامة فقد أصبحت مراجعة الإعلان ضرورية لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة قدرة وتمويل المؤسسات العامة لتحسين التنمية والقدرة التنافسية وبالمثل أصبح من الضروري مراجعة إعلان الاستثمار لتسريع التنمية الاقتصادية للبلاد وضمان استضامتها وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وأعرب بعض أعضاء المجلس عن تقطيرهم لمبادرة تعديل القوانين وأهميته لكنهم أثار مخاوش بشأن التلوث البيئي والقضايا المتعلقة بالأراضي كما أن إعلان ضريبة الاستهلاك ضروري لجمع وفرض الضريبة على السلع والخدمات التي يعتقد أنها رفاهية وخطرة على السحة وتسبب مشكلات اجتماعية بالإضافة إلى السلع الأساسية التي لا يحتاجها المستهلكون قال نائب رئيس الوزراء سيد جمك أما كونان إن إثيوبيا ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للاجئين على أساس الإطار الشامل للاستجابة للاجئين جاء ذلك في المنتدى العالمي الأول للاجئين الذي انطلق في جينيف بسويسرا محمد يسوف يعد المنتدى أول تجمع على المستوى الوزاري لمتابعة التنفيذ العمل للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والذي تم تأكده في الأمم المتحدة في نيويورك في ديسمبر عام 2018 وأوضح نائب رئيس الوزراء للتجمع أن إثيوبيا ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للاجئين على أساس الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وأشار كذلك إلى أن البلاد تجري إصلاحات لتلبية احتياجات اللاجئين وعلن نائب رئيس الوزراء دمت مكونان على التزامات جديدة مرتبطة بالتعهدات التسعة الحالية التي تم التعهد بها في قمة القادة حول اللاجئين في عام 2016 واستضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين هذا المنتدى بشراكة مع سيويسرا وتنسيق كل من كوستريكا وإثيوبيا وألمانيا وباكستان وتركيا هناك الآن أكثر من 70 مليون شخص بين لاجئ ونازح جراء الحروب والصراعات والاضطهاد في جميع أنحاء العالم منهم أكثر من 25 مليون شخص ممن اضطروا للفرار عبر الحدود الدولية وهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم أجرى نائب رئيس الوزراء السيد دمك أما كنا المحادثات مع وزير الخارجي السويسري إنزوي كاسي على عامش المنتدى الدولي للاجئين الذي وقد في جينيف وخلال اللقاء بحث الجانبان سبول توطيد العلقات الثنائية بين البلدين وتشير المعلومات الواردة من مكتب نائب رئيس الوزراء إلى أن البلدين قد وافق على العمل بشكل وثيق في إطار التعاون والاتصال لمختلف القطاعات مع السويسرا وعلى هامش المنتدى أجرى نائب رئيس الوزراء دمك أمو كنن محادثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيودروس أدهانوم يوم أمس الثلاثة اختتمت الأحزاب السياسية الناشطة في ولاية أوروميا وأمهر الإقليمية منتدها التشاوري الذي استمر لمدة يومين وقد المنتدى لمناقشة الأوضاع في الجامعات في كل الولايتين الإقليميتين والتوصل إلى توصيات كما ناقش المنتدى سبول تقوية العلاقات بين شعوب الإقليميين وتحقيق توافق وطني وفي نهاية المنتدى تأهد الطرفان بالإسهام بدورهما في معالجة السبب الجذري للنزاعات وتحقيق السلام في الجامعات ودع المشاركون إلى مساءلة محرد النزاعات وتعسيز الإجراءات الأمنية لحماية أمن الطلاب قالت حكومة إيتيوبيا إنها أنهت الاستعدادات لإعادة 1443 مواطنا مسدونا في تنزانيا وسيتم إعادة المحتجزين إلى الوطن بالشراكة مع البعث الأوروبية في تنزانيا والمنظمة الدولية للهجرة وأجرى سفير إيتيوبيا في تنزانيا يونيس يوسف مناقشات مع رئيس البعث الأوروبية وممثل مكتب تنزانيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة بشأن عملية إعادة الإيتيوبيين إلى الوطن استفادت الدول المتقدمة من القمر الصناعي الذي تطلقه إلى الفضاء في مجالات متعددة وتعمل إيتيوبيا لإطلاق قمر صناعي خاص بها في الأيام القادمة رغم اعتبار البعض ذلك غير ضرورية لدول مثل إيتيوبيا استطاعت البلاد لإكمال مشوارها في هذا النهج المحفوف بالتحديات ويقول المسؤولون في هيئة أبحاث الفضاء الإيتيوبيا إن الهيئة التي تأسست قبل 13 عاما أصبحت الآن لديها قدرة كافية لإدارة القمر الصناعي واستخدامها في مجال التنمية وأضاف المسؤولون إلى أن البلاد تستخدم القمر الصناعي الذي ستطلقه قريبا لأغراض مختلفة وعلى رأسها الزراعة وإدارة الغابات والتنقيف إثيوبيا ستطلق أول قمر صناعي في العشرين من شهر ديسمبر الجاري وسيتم الإطلاق من الصين وسيصبح مركز القيادة في أديس أبابا نكتشف العالم لمصلحة شعبنا تم الاحتفال بيوم اللغة العربية هنا في أديس أبابا باعتبارها لغة معتمدة لدى الأمم المتحدة وجرى الاحتفال بيوم اللغة العربية بمقر اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة بحضور شخصيات بارزة والمعنيين باللغة العربية وقال بعض الحضور عن أسباب الاحتفال بيوم اللغة العربية والرابط بين اللغة العربية واللغات المحلية الإثيوبية في مقابلة مع القسم العربي بهيئة الإذاع الإثيوبية الاحتفال باللغة العربية شأنه شأن الاحتفال بباقي لغات المعتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لغة عالمية لها قيمة متميزة هناك علاقة كبيرة بين اللغة الرسمية الأمهرية واللغة العربية حيث أنهما لغتان ساميتين من أصول سامية فهناك كثير من المفردات في اللغة الأمهلية مشتركة مع اللغة العربية والأمر نفسه في اللغة التجرينية فانتشار اللغة العربية يعود إلى أسباب علاقات تاريخية، تجارة، الدين الإسلامي وأصول مشتركة الحدف اهتمام للغة العربية أو الأمم المتحدة تهتم باللغة العربية كيوم للغات اللغة العربية في إيسيبيا انتشارها الكلام عنه طويل بمعنى كانت هناك لغة عربية على طرفي البحر الأحمر هذا الانتشار سببه التجارة سببه العلاقات الأسرية سببه هناك العلاقات الجغرافية وهناك درب الأربعين الذي يربط وهناك تجارة تمتد من أرض الحبشة عبور البحر الأحمر وصول إلى الصين ومنطقة آسيا الوسطى كل هذه التجارة لا تحملها الجمال فحسب ولكنها تحتاج إلى لغة تصل بهذه التجارة إلى تلك المناطب فكانت من بين أسباب تلك الأسباب أن تكون هناك لغة رابطة وهذه اللغة الرابطة هي اللغة العربية وهي السبب في انتشارها في هذا البلد في أرض الحبشة وأرض النجاشي أقضت السفارة الإثيوبيا في كينيا يوم أمس ورشة عمل شاركت فيها أكثر من ستين شركات تعمل في قطاعات مختلفة وقال النائب مدير الشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية فدريك ماتينغا إن البلاد مستعدة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا وأجرى الرئيس الكيني أهور كينيا تيوم الاثنين محادثات مع أكثر من مئات مستثمرا إثيوبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية في البلاد وقال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في كينيا إن المجلس سيعمل مع نذيرها الإثيوبي وقال السفير مدلس آلم السفير الإثيوبي لدى كينيا إن السفارة تعمل على جذب رأس المال الكينيين هذا وتم إطلاع الرجال الأعمال الكينيين على حوافز فرص الاستثمار في إثيوبيا